ترجمة نانسي قنقر من خلال تعزيز مكانتها وضمان حقوقها في مختلف المجالات لا سيما في مجال المال والأعمال حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف الأستاذة نورا الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين البحرينية مرحبا بك في النشرة الاقتصادية لو تطلعين حول أهم الأحصائيات التي كشفها التقرير الاقتصادي الفصل لمملكة البحرين فيما يخص نسبة مساهمة النساء البحرينيات في قطاع الأعمال النساء الخير شكرا على الاستضافة في البداية أود أن أفع أسماءات التهاني والتبركات إلى الأميرة سبيكة بنت براهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة طبعا وفقا للتقرير الاقتصادي الفصل لمملكة البحرين للربع الثالث من العام الماضي كشف عن ارتفاع في نسبة المرأة في كل القطاعين العام والخاص حيث بلغت نسبتها 55% في القطاع العام و35.6% في القطاع الخاص كذلك بلغت نسبة حضور المرأة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 40% وتملكها للسجلات الفردية 49% وكذلك نسبة السجلات الافتراضية إلى 58% هذه الإحصائيات دلالة على الدور الفاعل والجهود والإنجازات الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة لتمتين المرأة البحرينية وتعزيز من تقدمها في شتى المجالات ولا سيما في القطاع المالي بظل القيادة الحكيمة والنهج الإصلاحة لسيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وكذلك جهود ومساندة الحكومة الموقرة كذلك هذا وأثم المجلس الأعلى للمرأة بتقديم العديد من البرامج والمبادرات التي ساهمت من تعزيز قدرات المرأة البحرينية وتطوير مهاراتها وحضورها وكذلك إعدادها لتتبوى أعلى المناصب القيادية ومرأة الصنع القرار هذا وأثبتت المرأة البحرينية وبجدارة عن كفاءتها وقدرتها على التميز والنجاح في جميع المجالات والقطاعات اليوم مملكة البحرين أصبحت نموذجا يحتدى به في مجال التمكين والنهوض بالمرأة ليس على مستوى المنطقة بل على المستوى العالمي وذلك بصضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة والإيمان بدور ومكانة المرأة البحرينية وكذلك جهود المدنس الأعلى للمرأة مما جعل المرأة البحرينية شريكا حقيقيا في مسيرة البناء والتطوير نعم الأستاذة نورة الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين البحرينية شكرا جزيلا لك أعلنا مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطية الإصدار رقم 2021 من أذنات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2024 وتنتهي في الثالث والعشرين من شهر فبراير 2025 وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذنات 95.4% علما أنه قد تم تخطية الإصدار بنسبة 254% والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية أعلنت شركة مزاد وهي أحد الشركات المحلية التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة عن إطلاق المزادات الأسبوعية التي تضم مزيجا من سبائق الذهب عيار 24 قراطا وقطع مجوهرات الذهب عيار 22 قراطا وبالنظر إلى الارتفاعة القياسية الأخيرة في أسعار الذهب عالميا تعتبر منصة مزاد الإلكترونية فرصة مثالية للمستثمرين لاقتناء هذه الأصول أسبوعيا بدءا من المزاد الافتتاحي من 21 من شهر أغسطس إلى 29 من أغسطس 2024 ترجمة نانسي قنقر